جارة العادة كل سنة كنحتفلو بليوم الوطني المستهلك في شراكة بين الوزراء وجمعيات حماية المستهلك هاد اليوم عندو طبعة أساسية بحيث أن مجيناش غير قوي حماية المستهلك ولكن الحركة الاستهلاكية بغاية تلعب دور أساسي من أجل التغلب على الرهان الكبير اللي كتواجه بلادنا هو ندرة المياه واستهلاك معقلا ديال هاد المادة الحيوية هو موضوع اليوم هو الموضوع اللي اخترته الحركات الاستهلاكية باش تساهم دورها من أجل تقوية حصانات البلاد من أجل تقوية تحسيس مستهلك المواطنات والمواطنين لاستعمال معقلا ديال هاد المادة الحيوية كما كتعرفو حنا كنا نعرفو السنة السادسة على التوالي ديال الجفاف بلادنا وكحركة مسؤولة كشراكة بين القطاع الجمعوي والقطاع الحكومي مسؤول بغاية تساهم الحركة الاستهلاكية لهذا الاحتفاظ على هاد المادة الحيوية اللي هي الماء اليوم بمقر وزارة صناعة والتجارانة نشارك أو نحتفي باليوم العالمي لحقوق المستهلك لفي الحقيقة هذه السنة له طابعة خاص لأنه يترأسه وزيرين الوزير التجارة والصناعة ووزير كذلك الدجهيز والماء نظرا لأن الشعار أو الموضوع الذي تم اختياره وهو المستهلك والماء لماذا؟ لأن المغرب يعيش فترات جفاف لمدة ست سنوات وعلينا كمجتمع مدني أن نساهم في البرنامج الوطني للمحافظة على الماء الصالح الشرب وحضرنا نحن هنا لكي تنطلق حملة تحسيسية لدى المستهلك لكي نخلطها في هذا الموضوع هذا اليوم العالمي للمستهلك يصدف هذا السنة هذه هذه الإشكال التي يعيشوه المغربة ككل وهو إشكال كنظن كهمنا كمستهلكين في الدرجة الأولى وهو ندرة المياه وبالتالي فالجمعيات الحماية المستهلك كافة والجامعات كذلك هي أخذت على العتق ديالها ومنذ سنة 2024 وخصوصا الجامعة الوطنية الجمعية المستهلك منذ البداية ديال2024 قامت بحملات توعوية وتكسيسية للمستهلك للمستهلك باش يمكن لي أنه يقوم بمبادرات شخصية دياله باش يحاول يحتفظ على المياه وكذلك يحاول كذلك ما أمكن أن يحافظ على هاد المادة هادي ويتعامل معه إلى صح التعبير مع هاد القلة أو الندرة ديال المياه وهذا كي يدفر كذلك في إطار الاستهلاك المعقلا أو الاستهلاك اللي هو يمكننا أننا كمسالكين نوفر هاد المادة هادي كنعرفوا بأنه المغرب ولا المغاربة كيستهلكوا تقريبا 1-9% من الموارد المائية اللي عندنا في البلاد واللي هي كتقسم بين تقريبا 7% بالنسبة لمدون وبين 1-1% بالنسبة البوادي واللي كانت تعليه هو أننا كحركة استهلاكية أننا نحاول ما أمكن نحاول نقتصده حيث إذا قتصدنا غير على الأقل 50% من هاد المادة هادي فهذا 50% غير يتمكننا أننا يكون عندنا هذه المادة للاستهلاك في السنة المقبلة إن شاء الله إذن هذا هو الهدف دينا وكذلك ما ننسوش بأنه اللي كانت تكلموا على الماء أو اللي على عقلانة استهلاك المياه فكنا أحرفوا بأنه هذه المياه هذه اللي كانت استهلكم ماشي هي المياه كلها اللي كان شريو ماشي هي اللي كانت استهلكم فبالتالي احنا اللي كانت طلبه هو أننا هادك المياه اللي هي كان نخليها تمشي في المصارف في زيغو أننا نحاول ما نخلي واش تمشي ففلوقت اللي أنا يكون مثلا ونحق سناني ونخلي المادة فهذا كل ما خاص نقتصد عليه إذن نحاول ما أمكن أنني هذا كل ما منخليش محلول ونستغل هذا الماء لحواج خورين لكن كنت ندوش مثلا بواحد مئة لترديل الماء لانني انا في الوقت اللي كان دير شامبون وكان دير صابون واخلي الماء مطلق فكنضن بانه لأوفرت الماء لسديت هذك الروبيني كان وفروا هذة المياه هذه وهذا هو اللي مهم في هذه الفكرة وهذا هو اللي مهم اللي خاصة نوصلوا المستهلكين ماشي الماء اللي كان سلكوا ولكن الماء اللي كان ضيعوه هو اللي خاصة نستقف لا تنسوا والاشتراك في قناة الايام وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد